إلى ذلك أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كردستان أن جميع الأمور الفنية واللوجستية أصبحت جاهزة لإجراء انتخابات برلمان الإقليم وأكد رئيس المفوضية القاضي عمر أحمد أن الانتخابات ستدار بكفاءة عالية ولم تتاح الفرصة لأي جهة للتدخل في سير العملية الانتخابية أو التلاعب بالنتائج وأشار أحمد إلى أن التصويت سيتم احتسابه إلكترونيا بينما ستتم عملية العدوى الفرز يدويا لضمان دقة النتائج وأوضح أن جميع الأجهزة قد خضعت لاختبارات متقدمة ومتطورة مما يعكس الاستعداد التام للانتخابات المقبلة